موسيقى السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم في القناة قناتكم وصفة أفكار أتمنى تكونوا بخير و بصحة جيدة و انتم تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله لديكم الكيك رائع مختلف في المعطاق كيكا الخليط تفاح بشو بلطة هشة و رطبة جيدة بالساف و نضعوا فيها مكونات خفيفة قطنية نتمنى ان الكيك تنأجبكم لا تنسوا لايك اشتركوا في القناة و تبعطي وصفة مع الأخوات لكي تجعلون فائدة المكونات هم هادو المقادر الكيك لنسبة المكونات تفاحة واحدة تضغط فيها الكيك ثلاثة بيضات يكونوا في حارة مطبخ ثلاثة خمارات ثلاثة ثلاثة ثمانية غرام ثلاثة فانيلي ثلاثة فانيلا ثلاثة غميسة و غميسة ثلاثة كشارية ثلاثة كمية ثلاث مالكوبة وقبيسة الملحة دائماً البيضاء يجب أن يصعب الكيكا خرجوا من التلاجة لدينا كاس للنشا أو المايزينة هذا هو اللي يجعل الكيكا تجه فيه فوزه بكثير زيت مع مرش إلا وسبوع زيت سكرتاوة مع مرش بكثير وضع الحليب كذلك لا يكون بارد يكون دافي ويكون في حرة مطبخة ودقيق الكمية سوف نضيف الكيكا لأن كل دقيق ونوعية والدقيق الذي يشربه سوف نضيف البيضاء جسة الشيطة الفانيليا والملحة قبيسة ملحة سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر نضيف الكهربائي أو لا تضيف الخلاط المولينكس أو لا تضيف اليدوي سوف نضيف الكيكا سوف نخلطه جيد حتى يجنز السكر مع البيض المولينكس ودقيق على مملكة السكر الملذي سوف يكون سوف نضيف الحليب أو تنبقى تضيف الملذي ألعب التقاية وعندما نضيفه نضيفه وضيفه ضيفه نضيفه نضيفه ضيفه نضيف التفاح نضيف التفاح نضيف التفاح نضيف التفاح الغليدة نضيف التفاح تفوح في الكيك ثم نخلطها مع شوكلاة حتى لا ينزج لكم نضيف شوكلاة نضيف ملعقة نضيف ملعقة نضيف شوكلاة نضيف شوكلاة نضيف ملعقة نضيف ماء كما تشاهدون كمية الاستطاقة في الكاس الخالد يجلج على الشكل هذا نحن الصعب المول الذي سننضيفه في الكيك نحن نضيفه بالزيت و نضيفه فيه و نضيفه و نضيفه و نضيفه الخالد و ندخله الفران و نصخنه لا يدخل الله عليه الصائف و لا تنسخن كثيرا في درست الوصف و نهائه في درست الوصف بالنسبة لذلك يشوعون من ناحية الوصف من على المخلوق ستتعمر ذلك سوف يدخل زيارة سوف يكون مصالغة الفئة يقوم بمشاركة في اول مصالغة سوف نسخنها 1-5 دقائق لا ينسخون الكثير من الفران ومن ثم نقص الحرارة سوف نقص الحرارة سوف تنفخ وفي نفس الوقت سوف تجمع لكم ونقص الحرارة سوف نقص الحرارة بإنسبة للغاز لا تسهدون الكثير لكي تطلع على خطرها ونقص الحرارة ارتباء وعراء سوف تدخل الحرارة سوف يقص الحرارة سوف نصفها ونقص الحرارة سوف تدخل لكي فوق السكرجل يمكنك الكراميل ونقص الحرارة وعذي الكراميل في القناة سوف تدخل المصفح في الحنوت في تلاجة نأخذ ملعقة و ندوبه قليلا و نزوق الفق و ندوبه في مقيلة و نقطع المحطرين كيف يكون نضيف التفاح يساعد المحطرين و نضيف التفاح أو تضيف مربع و نجح لدي في القناة و نضيف الوقت نطلبها في التعليق لكيك في صندوق الوصف سوف تقلب على كراميل أو حليب مركز المحلة نصوب الكراميل من حليب مركز المحلة للبيت نصوب الكراميل من حليب مركز المحلة نصوب الكيك في صندوق الوصف نتمنى اخواتي ان اعجابكم لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة مع السلامة في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة